الدقة العشائرية أو التعصب للعشيرة وليدة سياسات الاحتلال ونتاج هندسة فتاوى المرجعيات حتى بات السلاح السائب يمثل تهديدا قائما يطارد الجميع دون الخضوع للقانون فمنذ أن أعلنت المرجعية فتواها لقتال تنظيم الدولة شرعنا حمل الأفراد للسلاح وباتت معظم البيوت العراقية مخزنا للذخائر والمتفجرات ووصل الأمر إلى أن السلاح الثقيل صار في متناول الجميع هذه الأسلحة أصبحت بيد سلطة لعبة العديد من الأدوار الهامة في تاريخ العراق ألا وهي العشيرة لتشهد المناطق الوسطى والجنوبية من العراق بعد ذلك تحولا في نوع النزاعات العشائرية من المناوشات الخفيفة التي كانت تحدث في السابق إلى معارك تستمر لعدة أيام وتستخدم بها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة حتى وصل الحال في عدة نزاعات عشائرية في البصرة إلى حد أن قيل أن مدرعات ودبابات مسلوبة استخدمت فيها ثقافة الدقة العشائرية غمامة خيمت على المجتمع وتلاحق أي خطأ يرتكب مقصودا كان أم غير مقصود سواء كان حادثا مروريا بسيطا أو شجارا بين طفلين بالإضافة إلى أن هذه الظاهرة تقلت إلى بغداد بسرعة كبيرة لتشهد العاصمة مئات النزاعات العشائرية سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى كما أن سلطة العشائرية أصبحت تدخل لحل بعض النزاعات السياسية حيث للعشيرة اليد الطولة التي تقبل على مقاضات مسؤول صغير كعضو في مجلس بلدي أو حتى كبير كنائب أو وزير ومع ضعف مؤسسات الدولة وتفش الفساد وبسبب فقرات تضمنها الدستور أعادت للعشائر قوانينها وهيمنتها على المجتمع ظهرت شرائح اجتماعية متطفلة تسمى بشيوخ المشاكل وهم الذين يعملون كوسطاء لحل نزاعات على مبدأ الارتزاق باسم العشيرة وما بين التسلح باسم الميليشيات والأحزاب والعشائر أصبحت المنظومة الحاكمة في العراق الراعي الرسمي لكل من حمل السلاح رغم أنه لا يصوب فوهته إلا لمصلحة ما يهدم الدولة ويدمر المجتمع